معركة جديدة تفتحها ميليشيا الحوثي مع المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن هذه المرة اتجهت صوب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلين متهمة إياه بتسييس العمل الإنساني القياد في الميليشيا محمد علي الحوثي قال إن جماعته تدعو إلى ضوابط شديدة للحد من ممارسة برنامج الأغذية للتصنيف السياسي ضد من يرفض سياسات أمريكا حد تعبيره مضيفا أن جماعته تعلن بدء مرحلة تجريبية للتسجيل البيوماتري بحدف تحويل مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى النظام النقدي بدلا من المساعدات العينية وكان ديفيد بيزلي قد حذر في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي من تقييد وصول المساعدات الإنسانية محذرا من مجاعة شديدة في اليمن الواضح أن الآلية التي يتبعها برنامج الأغذية العالمي لا تمكن الميليشيا من التحكم في المساعدات الإنسانية الواصلة إلى اليمن بشكل كامل أو أنها لا تستطيع توظيفها بالشكل الملائم لاستغلالها في المجهود الحربي لذلك تريد الضغط على البرنامج وتحويل المساعدات العينية إلى مبالغ مالية تحدد هي المستحقين لها الأزمة مع برنامج الغذاء العالمي تفاقمت بقيام الميليشيا بالتحفظ على أكثر من 326 حاوية تحتوي على شحنات من الأدوية والمكملات الغذائية وزيغط الطعام ومواد غذائية إلى حين إعادة تصديرها لبلد منشأ أما العذر الذي ساقته الميليشيا فهي أن تلك المواد منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستخدام في المقابل هناك من يعتقد أن الميليشيا لا تبالي بما قد تحدثه هذه الخطوة من تبعات بالنسبة لآلاف الأسر التي لم يبقى لها من سبل العيش سوى ما تحصل عليها من مساعدات إنسانية وذلك كله في سبيل أن تتحصل هي على تلك المساعدات وتستثمرها بطرقها الخاصة التي ليس من بينها حق للفقراء والمحتاجين